أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر الله في أيام معدودا وت فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويرك حرط والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه تغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زجين للذين كفروا الحياة الدنيا وإسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم من الناس فيهم اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما آياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قول ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين أوليتاء أماء المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يلم وأنتم لا تلمون يسألونك عن الشر حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به سجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا وناخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخبر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا وناخرة ويسألونك عن اليتام ما قل إصلاح له خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسيد من المصرح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز الحكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولا وجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا وجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قلوا أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا اجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليهم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص وبعت أشور فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وابعولتهم أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أم لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيه مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما أن يترى شعائن ظن أن يقيمها حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبرن أجلهن فأمسكوهن بمروف نسرحوهن بمروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله وزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله ولموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبرن أجلهن فلا تضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراض بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تنمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن لا وسعهن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصال عن تراض منهما وإن أردتم أن صردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلن فلا جناح عليكم فيهما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النسائية وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتمو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تمنون بصير حافظوا عن الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما أعلمكم ما لم تكونوا تلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تقلون ها لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الحذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله ولموه أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقفض ويرسط وإله ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بدي موسى وإذ قالوا لنبي إلهم وابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم هو الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم قالوا تبلكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هاروء نتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله متنيكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغتر فغفة بيده فاشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت قدامنا وانصرنا على القوم كافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله المركى والحكمة واعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الرد ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله لتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين آمنت بالله صدق الله مولان العظيم